أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB أمس أنه اعتقل ثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يخططون لشن هجوم إرهابي بقنبلة في مكان عام في منطقة ستافروبول جنوب روسيا ويأتي إعلان هذه المعلومات بعد أسبوع من اعتداء قاعة كروكس سيتي هول قرب العاصمة الروسية وأسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة 360 آخرين وتصر سلطات الروسية على ضلوع يوكرانيا فيه وقد اعتقل 12 شخصا بعد الهجوم بينهم أربعة يشتبه بأنهم منفذوه وفق ما أعلنت السلطات الروسية